في ليلة مظلمة بلا قمر تلبدت فيها السماء بالغيوم الثقيلة وكانت الرياح تعصف في زوايا المدينة القديمة كأنها أرواح المعذبين تصرخ من قبورها في تلك الليلة التي لن ينساها أحد توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى مقبرة شارون الشهيرة لزيارة قبر جده كان القبر يقبع في ركن من أركان المقبرة بعيدا عن الأنظار وسط غابة من الأشجار الكثيفة التي كانت أوراقها تتراقص مع الرياح كأنها تهمس بسر رهيب عندما وصل نتنياهو إلى المقبرة كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بقليل وكان الظلام قد ابتلع كل شيء فلم يعد يرى سوى بضع خطوات أمامه لكن شيئا غريبا بدأ يحدث كانت الأرض تحت قدميه تهتز برفق كأنها تئن من حمل ثقيل يخرج من أعماقها تجاهل الأمر في البداية لكن الصوت بدأ يشتد أصوات مخيفة بدأت تصدر من تحت الأرض كأنها أنين الأرواح العالقة بين الحياة والموت وصل أخيرا إلى قبر جده وقف أمامه وبدأ يتمتم ببعض الكلمات لكن فجأة انبعث صوت قاس من تحت القبر صوت أشبه بهدير بركان على وشك الانفجار تحركت الأرض بقوة هذه المرة وانقسم القبر إلى نصفين وكأنه ينشق عن شيء رهيب نتنياهو وتراجع ببطء بينما عيناه لم تفارقا تلك الصدوع التي بدأت تتوسع أمامه فجأة ظهر رأس ضخم من تلك الصدوع رأس أفعى سوداء ضخمة بحجم لم ترى العين مثله من قبل كان جلدها لامعا ينعكس عليه الضوء الخافت من مصباح نتنياهو بطريقة مرعبة كانت عيونها حمراء كالجمر تلمع بنظرة تجمد الدم في العروق فمها الواسع فتح ليظهر أنيابا حادة تتقطر منها مادة خضراء سامة كأنها لعنة قديمة تحررت أخيرا من قيدها أحس نتنياهو بالرعب يتسلل إلى قلبه لم يعرف ماذا يفعل حاول التحرك لكنه شعر وكأن جسده قد تجمد في مكانه كانت الأفعى تتحرك ببطء نحو الأعلى تتلوى كأنها تستمتع بالخروج من قبرها الملعون بعد قرون من الظلام لم تستطع عيناه التحرك عن تلك الأفعى المرعبة وكأنه كان محاصرا بنظرتها الجليدية وفجأة دوى صوت انفجار آخر وخرج جسد الأفعى بالكامل من الأرض كانت ضخمة لدرجة أن حجمها يمكنه التهام رجل في لحظة رفعت رأسها نحو السماء ثم أطلقت صيحة مرعبة تشق الصمت الذي كان يحيط بالمكان كان الصوت قويا لدرجة أن الأشجار اهتزت وتساقطت أوراقها وكأنها تستسلم للرعب لم يعد نتنياهو قادرا على تحمل المشهد أكثر استدار وهرب بكل ما أوتي من قوة لم ينظر خلفه أبدا كان يسمع صوت زحف الأفعى خلفه وهو يزداد قربا شعر أنفاسها الحارقة على رقبته كانت تقترب تقترب حتى كاد يشعر بأنيابها تغرز في جسده لكن فجأة تعثرت الأفعى وسقطت على الأرض كأن قوة غير مرئية جذبتها إلى الأسفل كانت تصرخ بألم تتلوى وتحاول العودة إلى قبرها وفي لحظة غامضة عاد القبر لينغلق عليها وكأنها لم تكن موجودة أبدا لم يتبق سوى الصمت وصد خطوات نتنياهو الذي كان يركض بعيدا محاولا الهروب من الكابوس الذي عاشه لتوه هرب نتنياهو من المقبرة وعيناه تتسعان من الرعب لم يتحدث عن ما رآه لأحد لكنه علم في داخله أن تلك الأفعى ليست مجرد مخلوق طبيعي بل هي لعنة قديمة استيقظت في تلك الليلة وربما كانت تحذر من شيء أعظم شيء لم يكن مستعدا لمواجهته شيء مدفون في أعماق تلك الأرض منذ زمن بعيد بعد أن هرب نتنياهو من المقبرة كان قلبه ينبض بسرعة جنونية ولم يكن قادرا على استيعاب ما رآه كانت خطواته تتعثر في الظلام وعقله يحاول يائسا إقناع نفسه بأن ما رآه كان مجرد وهم لكن الشعور بالبرد الذي كان يحيط به لم يكن ليخدعه كان يعلم في أعماق قلبه أن ما حدث كان حقيقيا وصل أخيرا إلى سيارته المتوقفة عند مدخل المقبرة وألقى بنفسه داخلها أصابعه المرتجفة بالكاد تمكنت من إدخال المفتاح في السيارة عندما اشتغل المحرك انطلق بالسيارة بسرعة جنونية بعيدا عن المقبرة متجاهلا الطرقات الضيقة والمظلمة التي كانت تحيط بالمكان لكن حتى بعد أن ابتعد بمسافة كافية لم يشعر بالأمان كان عقله يضج بالصور المخيفة للأفعى وهي تتلوى خارج قبرها وعيناها الحمراوتان تحرقان ذاكرته توقف أخيرا على جانب الطريق ليلتقط أنفاسه لكن شيئا ما كان خاطئا الهواء داخل السيارة كان خانقا وضوء الشارع الخافت كان يلقي بظلال غريبة على زجاج نافذة شعر بأن هناك من يراقبه ببطء نظر نتنياهو إلى المرآة الخلفية وعيناه التسعتاب الرعب كانت الأفعى تقف خلف السيارة أسها مرفوع عاليا وعيناها الحمر وتان تنعكسان في المرآة كان حجمها أكبر بكثير مما رآه في المقبرة وكأنها تغذت على شيء مظلم وقوي أنيابها كانت تقطر بمادة خضراء سامة تذوب في الأرض حيثما تسقط بدأ قلبه يخفق بشكل هستيري ويده تحاول فتح باب السيارة لكنه كان عالقا كأن الأفعى تسيطر على كل شيء من حولها بدأ الزجاج يتشقق ببطء تحت ضغط نظرة الأفعى ونتنياهو شعر وكأن العالم كله ينهار من حوله في لحظة جنون ضغط على دواسة البنزين بكل قوته واندفعت السيارة بسرعة مخترقة الظلام كانت الأفعى تلاحقه تزحف بسرعة مرعبة تتجاوز كل ما هو طبيعي كانت المسافة بينهما تضيق شيئا فشيئا حتى كاد يشعر بحرارة أنفاسها على رقبته مرة أخرى لكنه فجأة رأى ضوءا في نهاية الطريق كان ضوءا قويا ومبهرا ينبعث من مكان لم يكن موجودا من قبل كان الضوء ينمو ويكبر حتى غطى الأفعى بالكامل توقفت فجأة وعيناها تلمعان بالخوف لأول مرة في لحظة غير متوقعة اختفت الأفعى في ضوء قوي وكأنها تلاشت في العدم توقفت السيارة ونتنياهو جلس مذهولا عيناه لا تزالان تحدقان في المكان الذي اختفت فيه الأفعى لم يكن يعرف ما الذي حدث للتو لكنه شعر بأن هذا الكابوس لم ينتهي بعد كان يعلم أن هناك شيئا أكبر خلف تلك الأفعى شيء قديم وقوي شيء لا يمكنه الهروب منه إلى الأبد قرر نتنياهو العودة إلى المنزل لكن الخوف لم يغادره في تلك الليلة لم يتمكن من النوم كلما أغلق عينيه كانت صور الأفعى تعود لتطارده وفي كل مرة كانت تزداد حجما وتزداد قسوة كان يشعر بأنفاسها على رقبته حتى وهو مستيقظ وكأنها تهمس له بأن النهاية لم تأت بعد مرت الأيام وبدأ نتنياهو يشعر بأن شيئا غريبا يحدث حوله